مرحباً بكم جميعاً في سنة أود في البداية أن أعبر عن ترحيب الحار لجميع المشتركين الأعزاء في قناتنا نحن سعداء جداً بوجودكم معنا ونأمل أن تستمتعوا بالمحتوى القيم الذي نقدمه اليوم سنتحدث عن موضوع هام وذو أهمية كبيرة وهو بر الوالدين إن بر الوالدين هو من أعظم القيم والتصرفات الإنسانية التي ينبغي على كل فرد أن يتحلى بها إنه التزام واجب نحو الوالدين واحترامهما ورعايتهما والسعي لإرضائهما في كل الأوقات تعتبر الأم والأب أهم الأشخاص في حياة الإنسان فهما قدماً لنا الحياة ورعايتهما تستمر طوال العمر فهما يقدمان لنا الحب والرعاية والدعم الذي لا يقدر بثمن لذلك فإن بر الوالدين يعني أن نكون ممتنين لهما وأن نقدر تضحياتهما وجهودهما في تربيتنا وتوجيهنا على الطريق الصحيح يمكن أن يتجسد بر الوالدين في أفعال عديدة مثل الاستماع لنصائحهما واتباعها وتقديم المساعدة والعون لهما في حاجاتهما اليومية وإظهار الاحترام والتقدير في الكلام والتصرفات بر الوالدين يمثل أيضاً الاهتمام بصحتهما وسعادتهما وزيارتهما بانتظام والاستفادة من حكمتهما وخبرتهما في الدين الإسلامي يعتبر بر الوالدين من القيم الأساسية حيث يوجد العديد من الآيات والأحاديث التي تحث المسلمين على بر الوالدين فالقرآن الكريم يأمرنا بالاحترام والطاعة للوالدين ويذكرنا بأن بر الوالدين هو مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة أعزاء المشاهدين أتمنى أن تتأملوا في أهمية بر الوالدين وتسعوا جاهدين لتعزيزه في حياتكم اليومية أعلموا أن بر الوالدين ليس مجرد واجب ديني بل هو أيضا طريقة لتعزيز الروابط العائلية وبناء مجتمع أكثر وآمن وسعادة وفي الختام أود أن أدعوكم جميعا للانضمام إلى قناتنا وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد نحن نقدر دعمكم ومشاركتكم ونتطلع لتواصلكم المستمرة وتعليقاتكم القيمة فضلا لا تنسوا أن تعبروا عن إعجابكم بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم وعائلتكم شكرا لكم جميعا على وقتكم ومتابعتكم نتمنى لكم حياة مليئة بالسعادة